وفي هذا الصدد أكد سعدة أسفير جمال الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في مداخلة هاتفية بنشرة سابقة أكد أن التقرير الطوعي الثاني للمملكة يؤكد مضي البحرين قدما في تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة يأتي طبعا تقديم مملكة البحرين للتقرير الطوعي الثاني حول التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة ليستعرض تلك الجهود التي تحققت بفضل المسيرة التنموية الشاملة لسيدي حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وبمتابعة مستمرة من سيدي صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن حمد أهل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه فقد أحرزت مملكة البحرين تقدما ملحوظا في تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة والتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في إدارة التنمية الحضرية لا سيما في مجالات البيئة والغداء والخدمات الاجتماعية والتنويع الاقتصادي والاستفادة من فرص التحضر ترجمة نانسي قنقر